زكي حسنين كلمتين مع زكي حسنين يحكيني واحد من مشايخنا الكبار الله يعطيهم العافية وحسن الختام انه واحد من الناس اتصل به وقال له انا رجل اعمال في دولة اوروبية كبيرة وانا امر بضائقة مالية مطبقة واحتاج لو سمحت تدعي لي وقت السحر وفي سجودك لعل الله يفرجها علي قال له الشيخ ابشر بن عيوني راح ادعي لك مرت شهور وجاء حبيبنا الرجل الاعمال هذا للسعودية في رحلة عمرة وقابل الشيخ وسألوا الشيخ طمني عليك عسى امورك بخير قالوا الحمد لله لو ضاعت حسنت ببركة دعاكم يا سيدي والله يا شيخ ما تتخيل كيف كنت اعاني الفترة الماضية انخفض دخلي السنوي من 100 مليون دولار لأقل من 80 مليون دولار ضحك الشيخ هو يسمع عن هذه ضائقة وقال له الحق علي انا اللي كنت ناوي اجمع لقطة من اهل الخير عشان تقدر تمشي امورك وتدفع فاتورتك اهربا يا خوية الكلمتين ممكن تكون مزعوج من حياتك ومن وضعك الاقتصادي الحالي بمشاكله ومتاعبه لكن تأكد ان حياتك بكل الامها هي الاحلام عند ناس تانين وان توبك اللي تفشت منه ناوي ترميه في الزبالة هو توب العيد بالنسبة الناس تانين في امان الله كنتم معه كلمتين مع زكي حسنين كليوم ترينا دولا اشتركوا في القناة